الربط تنتهي ما فاضلش فيها يعني ثلاث دقائق دقتين عايز اسألك في الاخر ايه اللي انت بتتمنى تحقيقه طبعا دور ابطال افراقيا ده على المستوى المهني بس على المستوى الشخصي الا رمي ربيعة نفسه يحققه في فترة اللي جاية نفسك تعمل ايه شايف نفسك فين بعد ما يعني مسرتك يعني شو الله بعد وقت طويل ما تخلص شايف نفسك فين هتعمل ايه الواحيب ابعافش احدد وجهته دلوقتي يعني بس انا اللي انا مبسط له يعني احسن فترة يعني في حياة اللعيب الكرة وهو بيععى كورة اه دي احسن فترة ان هو يستمتع بالجمهور ويستمتع بحياته ان هو راح التمرين كل يوم دي احلى فترة في لعيب الكرة فانا بصراحة الفترة دي بحاول عايشها يعني انا عايزة عايش كل تفاصيلها احاولش اضيع منها فرصة ان انا راح التمرين ببسط وارح لعب واتمرن وفكرش في اي حاجة تانية بعد كده بفكر كل حاجة ومرحلة لها وقتها يعني انا لما بعد وقت معين مثلا ممكن يجيلي حاجة تانية او حاجة احسن مثلا من من اعلامي او اقصد يعني تدريج كشغل كشغل اللي بعد الكورة كشغل موزين ليه لا اما انا بقول حاجاتك يعني في اي وقت من الاوقات طبيعي ان الواحد يفكر في كده لازم تجهز من دلوقتي من اوقع دي اصعب شغلان في الكورة نعكس من حول الكابتنين دي اصعب شغلان دي اصعب ماتشي عملته كابتنين انا اصعب ماتشي في حياتك وجهته لا في ماتشيات كتير صعبة كمدائل من مبارات الجزائر ماتشي الجزائر مبارات الجزائر دي سنة 89 مبارات كانت صعبة جدا وانت عارف كمان لما انت بتكون عايز تكسب وبعدين تجيب الجون في دي اربعة وبتلعب قدام منتخب كبير زي منتخب الجزائر طول الماتش بقى بنفكر ان احنا لا عايزين نحافظ على الحول وبعدين ده هيوصلنا الكاس عالم غياب بعد سنين طويلة كان عندي لسه 19 سنة فكان الماتشيات اللوت كان عليه عالي بس طبعا حرجع تاني اقولك الجماهير جماهير 120 الف نختار الجزائر يشيله اي حد زي ما بقولك في اخر دقايق اه كان فيه هجوم علينا لكن السكن سبيرت والروح القتلية اللي احنا سمعيني الجماهير خلاص ناقص ثواني زي ما بقولتنا حاجة حاجة متقالبة خالص نورتنا رامي بس عايزين اخر حاجة اه يعني اخر حاجة تقولها الجماهير